في دولة مصر قضية أحدثت ضجة كبيرة في كل عالم العربي بقضية الشاب الذي قتل أخته حرقا بعد وفاة أبيه بسبب الميراث والقضي كان على خطى معاقبته بالإعدام لو لا حصول شيء في المحكمة قامت به الأم تعادل قاتل خلال المحاكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي حيثية القيصة وكيف حدثت القيصة في مصر عائزين مشاهدين واحد العائلة تكون من أخه أخته أم وأبه الأب توفى وخلى ميراث والمراض يعني كان مخلي شقة مكتوبة في اسم أخت هذا الكوباب لهذا الإنسان المذنب والمختب فماذا قام بطبيعة الحال كالناس قلوبهم مراض بالدنيا فازدهم الله مرضا قام بقتل أخته وحرقها رمع لها البنزين وحرقها بطريقة باشعة جدا أخوتي أخواتي طريقة خلت القاضي يحكم عليه بالإعدام كان راح يحكم عليه بالإعدام ولكن لما راح يحكم عليها القاضي بالإعدام الأم تعادل طفل جات الأم اللي ماتت بطبيعة الحال بوفاة زوجها وماتت بوفاة ابنتها وماتت بسبب قتل ابنها لابنتها يعني ثلاثة موتات وراحت تزيد تموت بسبب حكم الإعدام اللي كان سيأتي بحق الإبن طبيعة الحال تخيلوا معايا مكان ولا قلب الأم في هذا الحال عزيزين مشاهدين واش دارة الأم هذه راحت إلى المحكمة القاضية راح نشوفها مع بعض كيفاش كانت ردها وكيفاش كانت دفاعها على ابنها في المحكمة شوفوا معايا أخوتي أخوتي بس تسمحك يعني يبقى سندي في الحياة جاية تنزل عن الدعوة المدنية دي ربنا يكرمك وصلح حالك أنا أمه برضا قلبه مع أمه وتصلح مع أمه وتصلح مع عدنك أتصفح عنه أتصفح عنه وبعد هذا التدخل من الأم القاضي رفضي طبيعة حال طلب إلى الإنسان الجاني القاتل في اللي طلبه قال له قبل رأس أمك ويدها ورجلها قبلهم أمرة هي السبب في المشاكل دي كلها وبسمع تلامي يمكن عمل دي غزبا عنه من كترة زلقها عليه ومن كترة دغطاء عليه دغطاء عليه حضرتها عام حمد ده ترسوا ومكفهم وبس رجليها كمان عام حمد بس رسها بس رجليها لا خلاص لا 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 يلا يلا ما يقراص ما يقراص قلتني يا باشا الحملة ورحمتها ما عدت يعني كل شيء رح لحاله يبقى هو سند في الحياة جايتك النهاردة مهمة أوى حاجة نعم جايتك النهاردة والله الله يباريك لك انت مستشار مشقرم ومن حلال جايتك النهاردة كبيرة ربنا يجزدك اللي خائف محمد زكريا محرز محمد عوف حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة محمد زكريا محرز محمد عوف بالسجن المؤبد عن الاتهام المسند إليه والمصادرة وألزمته بالمصاريف الجنائية وإثبات ترك المدعب الحق المدني لدعواها المدنية مع ألزمها بمصرفاتها رفعت الجلسة رفعت الجلسة وكما شاهدتم بعد هذا اللقطة لقطة تقبيل الرأس والرجل القاضي بطبيعة حال حكم على هذا المذنب بحكم السجن المؤبد والعديد من الأراء اختلفت من هنا وهناك أعزائي المشاهدين كل واحد واش يقول كاللي قال كان لازم أنه يعني يحكم عليه بالإعدام طبيعة الحال لكي لا تذهب روح أخته اللي ماتت محروقة هباء منثورة وكان بعض الأشخاص اللي خموا في الأم صراحة أن الأم لو لم تكن محروقة لما جات لكي يدفع على ابنها نتمنى أنه يكون ولد بار خلال الحياة ربي سبحانه وطاله فرصة إن شاء الله يكون بار خلال باقي الحياة لأن الأم هذه مثلها الزوج تحها وبعدها في الزوج تحها بسبب الميراث قتلت ابنتها بالحرق طبيعة الحال من طرف ابنها الموتى موتتين أي زي المشاهدين ثم الإبن التحها كذا أن يحكم عليه بالإعدام يعني يموت حتى هو وتبقى الأم وحيدة وحدة هذا ابتلاء وشر ابتلاء واليوم تسيب إنسان مش يلاقي خدمة ولا مش يلاقي حاجة يقول لك يربي بلاني الابتلاء قدر يكون فيه دراجات ولما يكون فيه أقصى دراجات وفماك يكون أقصى امتحال إيمانك اليوم هذا الأم أنا نشوف باللي هذا الأم طبيعة الحال تستهل منه كل الاحترام والتقدير بسبب طبيعة الحال صبرها وبسبب وقوفها شوف دافعت على ابنها مش يلا نشجعه في الابن هذا لأنه الأمر اللي قام به لا يجوز شرعا ولا يجوز قانونيا ولا يجوز أي شيء أنك تقتل بالحرق ولكن الأم حنانها ورحمتها هي يعني لا تقارن بحنان ورحمة الله عز وجل شفتوا الحنان تالأم برغم أنك تكون كوباب تجي توقف معاك وتحاول تبرأك وتحاول تخرجك من الغرقة الله عز وجل أرحم بك من أمك وأبيك هذه لازم تديرها منح في بالك يذلك خوة إخوتيتي ما مبغيش نهضر بزاف بذلونغاش وسكنت بدأت تقول لك بزاف ناس والله العظيم بزاف يحكوا للناس بزاف يحكوا للإصحابي إلى آخره الله يرلوك أن جاكي النبي في وقتنا ولا لو كرانا نصله ولو كرانا نعبده بزاف ناس يقول لي صعيب علينا أنتوبوا مع هذه الفيتن اللي رامكينين إلى لا يا إنسان يا حبيبي يا صاحبي يا لزوم يا زعيم لازم تعرف بل هذه الوقت اللي راكين فيه الفيتن سهلين الحرام أسهل مما يمكن أنك تتصوره ترفض التليفون ركف الحرام تتعال الأنترنت ركف الحرام بش تتجنب هذا الحرام يعني لازم تكون عندك قوة ولازم يكون عندك اجتهاد وهذا الاجتهاد وهذا القوة اللي ركت توظفها بش تتجنب الحرام ربي سبحانه راح يشوفها وستأجر طبيعة الحرام راح يعطيك حقك ورح يعطيك الضعف مكان يدوا الحسنات في بكري بكري مكانش كين أكسي اللي حرام بي مسهل كنش كين أكسي لي بطبيعة الحال بش تخطي الطريق بسهولة يقدرنا على اجتناب الطريق السيء وعلى اجتناب الطريق الايصر وان شاء الله ربي سبحانه يقدرنا باش نوصلوا الى جنات الخلود ان شاء الله اقصى درجات الجنة ان شاء الله اخواتي اخواتي اتحيان شكركم يشتمع هذا الفيديو كان طبيعية الحال فيديو مختلف عن باقي الفيديو لذلك نتكلم عليهم باش نبدلوا شوية الامور و باش شوفوا ماذا يحدث في العالم اشكركم جزيلا شكر نتقي في فيديو قادم ان شاء الله اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة